حقق فريق نادي رمثة فوزاً على فريق منشية بني حسن بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت على أستاذ الحسن في إربل ضمن ذهاب دور الثمانية في بطولة كاس الأردن وتقدم منشية بني حسن بهدف الصبق في الدقيقة العاشرة عن طريق محمود الحوراني قبل أن يدرك الرمثة هدف التعادل عن طريق اللاعب محمد وائل الزعبي في الدقيقة الثمانين قبل أن يسجل المحترف السوري شاد الحموي الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الطائع ويلتقي فريق الفيصل فريق شباب العقبة على أستاذ عمان في لقاء ذهاب دور الثمانية في بطولة الكاس بدأ نادي ريال مدريد وبرشلون الإسبانيان البحث عن تدعيم صفوفهما لمحاولة استعادة السيطرة على القارة الأوروبية بعد أن فقداها للمرة الأولى منذ عام 2013 بعد خروج همال مذل من مسابقة دور أبطال أوروبا بدأ قطبا كرة القدم الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة أعداد العدة لاستعادة الزعامة القارية من خلال تخطيط لإبرام تعاقدات ضخمة تعزيزا لصفوفهما الموسم المقبل وكان ريال مدريد خرج من الدور ثمن نهائي بخسارته القاسية على ملعبه أمام آيكس أمستردام الهولندي ولم تكن حال برشلونة أفضل وهو الذي ودع أمام ليفربول الإنجليزي وللمرة الأولى منذ ست سنوات لن يكون لقب دور أبطال أوروبا من نصيب ريال مدريد أو برشلونة وبالتالي بدأ الهجوم المعاكس لقطبي الكرة الإسبانية من أجل وقف احتكار الفرق الإنجليزية للمسابقات الأوروبية كما حصل هذا الموسم وتحدثت الصحف الإسبانية عن قدوم أكثر من محتمل للبلجيكي إيدان هزارت إلى ريال مدريد والفرنسي بول بوكبا إضافة إلى عدد آخر من اللاعبين وينطابق الأمر على الفرنسي أنتواني جريزمان الذي أعلن رسميا رحيله عن صفوف أتلاتيكو مدريد وبات مرشحا للانتقال إلى برشلونة جريزمان ليس الصفقة الوحيدة التي يسعى لها النادي الكتالوني بعد أن حصل على توقيع الهولندي فرانكي ديونغ سابقا إذ يضع الفريق مدافع آيكس ماتيس ديليخت ومهاجم أرسنال أليكسندر لاكزيت على سلم أولوياته قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إن منشستر سيتي الإنجليزي تم تحويله إلى غرفة قضائية مستقلة بعد تحقيق في انتهاكات مزعومة للوائح اللعب المالي النظيف وقال الاتحاد في بيان إن كبير محقيقي جهاز المراقبة المالية للأندية قرر تحويل أندي منشستر سيتي إلى الغرفة القضائية التابعة للجهاز بعد انتهاء التحقيقات بطل الدوري الإنجليزي عبر عن خيبة أمله في وقت قد يتعرض فيه للحرماني من المشاركة في البطولات الأوروبية إذا أدينا بانتهاك اللوائح